هو كأنه عدو له فقرر أن ينتقم منه سائق متهور يدهس رجل مرور في إحدى تقاطعات منطقة الحرية ببغداد أثناء تغذية الواجب السائق سحل مهدي إلى مسافة طويلة أصابته بأضرار خطيرة ولسبب غريب كما يتحدث شقيقه أثناء الواجب وقف السير إجا شخص يعني حاول يشتاز السير فوقفه فقال له بس خليمشي لنصر حال التصادم فهل أثناء الشسم المتهم على السريع صاعد فوقه وخده تقريبا مسافة 25 متر دهسه ووقع ووقع على رأسه طبعا عصبه فقد الوعب وقيته ولاد بالفرار مهدي المنتسب الجديد داد مديرية المرور دخل في حالة غيبوبة بأحدى مستشفيات بغداد تمكن الكادر الطبي من إجراء عملية فوق الكبرى له ونسبة نجاحها لا تزيد عن واحد بالمئة لكنها نجحت كما يقول الطبيب الذي أجر العملية مهدي وصلنا إلى طوارئ مستشفى للشرق الأوسط بواعي يسمى 5 من 15 أي فاقد الواعي كان يعاني من نزف دماخش جديد اللي هو يسمى نزف تحت المرقاسية مع كسر في عظم الجمجموة اتخذنا هنا إجراءة جراحي طارئ وهي عملية فتح الجمجموة مع رفع النزف بعد العملية دخل المريض إلى ردة العناية المركزة لمدة يوما ثم وفيقة تدريجية أما السائق المتهم فتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه لينال جزاءه العادل وفق التحقيقات الجارية حاليا الشخص اللي قام دهسة حاليا موقوف في مديرية المكافحة الإجرام والقانون يعني بيد المحكمة وبيد القانون إن شاء الله وبين فترة واخرى يتعرض رجال المرور إلى حوادث دهس بعضها تكون مميتة ولأسباب تكاد لا تذكر ما استدعي من الجهات الحكومية تجديد العقوبات على فاعل تلك الجرائم لمكافحة تكرارها من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر